تبدو محافظة كاركوك وكأنها تقف على سطح صفيح ساخن هذه الأيام لا سيما مع ارتفاع وطيرة الاعتداءات الإرهابية على أطراف المحافظة كاركوك التي ما زالت معلقة ضمن المناطق العراقية المختلف عليها تعاني مدنها وقراها المحاددة لسلسلة جبال حمرين من وطأة تعرض عصابة داعش الإرهابية ما تسبب في زعزعة أمن واستقرار المحافظة التي يشترك في حمايتها القوات الأمنية وقوات البيشمرق آخر حصيلة الاعتداءات هو استشاد ضابط برتبة نقيب في قوات الشرطة الاتحادية في أثناء ملاحقة فلول عصابات داعش الإرهابية في قرية علي أجير بناحية الرياض على الرغم من اتخاذ الحكومة المحلية وحكومة الإقليم تدامير احترازية مهمة لمنع حدوث مثل هذه الاعتداءات الاعتداء الإرهابي الجديد جاء غدا تدخول التبادل المعلومات الأمني بين قوات الجيش والبيشمرق حيز التنفيذ لمواجهة خطر داعش خاصة في المناطق التي تتميز بتعقيدات وتضاريس جغرافية معقدة وما يهدد العراق الآن هو تسلل الإرهابيين من الدول المجاورة ما دفع الحكومة إلى مواصلة عمليات تعزيز أمن الحدود الغربية مع سوريا في حملة هي الثانية من نوعها خلال هذا العام الحملة الجديدة التي تتواصل منذ أسبوعين تؤكد انعدام الثقة بوعود وإجراءات سوريا على الجانب الثاني من الحدود لا سيما أن حسابات سياسية تمنع الحكومة من اتهام نظام الأسد بالتسبب في تسلل إرهابي داعش أو عدم التعاون في ملف مسك الحدود لذا فأن العراق مضطر اليوم إلى مزيد من التعزيزات لتأمين حدوده وليبعاد التهديد عن مدنه